أجيب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باسم الله نبدأ وبحضراتكم نسعد والصلاة والسلام على من تتحقق به الآمال وتشد إليه الرحال سيدنا محمد المصطفى الهاشمي القراشي العربي المكي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة ترفع اللهم بها قدرنا وتعلي بها ذكرنا وتحقق بها في مرضاتك يا مولانا آملنا صلاة تحيينا بها إلى يوم القيامة حتى نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا ثم تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين وبعد مشاهدي الكرام في كل أنحاء الدنى حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم جميعا قلوا أمين حضرتكم في اللقاء الماضي بدأنا موسوعة الأخلاق نتحدث عن قوام الأمم وعن نهضة الأمم لأن الله سبحانه وتعالى جعل القاسم المشترك بين جميع الأنبياء الأخلاق يعني إيه الكلام ده؟ يعني حضرتك لو رحت في الصلاة تلاقي الصلاة فيها اختلفات بين شريعة سيدنا موسى وشريعة سيدنا عيسى وشريعة سيدنا إبراهيم وشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمثال الصيام كذلك الزكا كذلك الغنائم أحلت لأمة الحبيب ولم تحل لأي أمة قبل أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم لكن لما توصل للأخلاق تلاقي القاسم المشترك بين جميع الرسالات والشرائع السماوية الأخلاق وعلشان كده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال إنما بعست لأتممة يعني لأتممة أكمل دليل إن فيه من قبله سبقوه بأخلاق وجاء الحبيب يكمل هذه الأخلاق ولما مدح الله الحبيب متحا كاملا في القرآن قال له عز وجل وإنك لعلى خلوق عظيم والحقيقة حلقت النهاردة لها سبب إيه السبب؟ لأستاذة مونة رئيسة التحرير كنا قاعدين بتكلمني وكلام عابر خالص ملوش علاقة بأي شيء وبعدين بتسألني على شخصين متقدمين لشغلة عندها هي تتحكم فيها أو تتحكم في التزكية بتاعتها المهمة قالتلي إن الأولاني ليه قرب مني جامد قوي أهله ليهم جميل عليّ وليهم أفضل بحكي لكم بكامل الأمر وهي هتصرخ دلوقت في ودني وتقول لي ما بتصطرش حد خالص والتاني هو الأكفأ لكن ما فيش علاقة إلا سلام عليكم وعليكم السلام فهل يحرم علي يا شيخ محمد بتقولها بقى وإيه قاعدة حطة رجل على رجل يعني وبتسأل السؤال باستهانة مش معنى قاعدة حطة رجل على رجل إن هي بتستهين بالشيخ لا أنا بقول لكم بالقدر إن أي واحد فينا ممكن بيسأل السؤال شايف إنه هو تافه إنه هو ما يتسئلش أصلا أو أنا قاعد مع الشيخ محمد أوبكر إلا إنها بتحبني شويتين فهتسأل سؤال أعظم يعني خلاص لكن هي بتسأل السؤال بالمنطلق العفاوية كده هو أنا حرام علي لو أنا شغلت الليلية أربى منه ده رغم إنه هو مش كف فسكت وقلت لها بصراحة أنا ما بحبش أخش في الأمور دي بس يعني مش عايز أقول لك إنه هو حرام إنما أنا عايز أقول لك فهي دي حكيت بعد فقلت لها لا هو مش حرام مش معنى إن أنا أحلق لك إنما يا أستاذة مونة ده حرام وخيانة لله ولرسوله ولجماعة الناس عموما وللدولة وللأوطان قلت لستنى انت هتدقاني النار إما ربنا في القرآن بيقول من يشفع شفاعة حسنة يقول له نصيب منها وقلت لها آه بس اهدي بس علي وانت مش عشان اشتغلت مع مشايخ كتير تزهقيني خد بالك القرآن الكريم لما تيجي تقريبة لاش تقصي قالت لي يعني إيه قلت لها تعالي نقرأ الآية كاملة ربنا بيقول إيه في القرآن يا سادة من يشفع شفاعة حسنة يقول له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يقول له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ولما نقف قدام الشفاعة ربنا اسمها إما شفاعة حسنة وإما شفاعة سيئة الشفاعة السيئة التي يكون فيها تعدي ويكون فيها ظلم ويكون فيها ضياء للحقوق وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم نقل لنا حديث رب العزة الذي نادى فيه وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا سادة يا كل من يتولى مقاليد الأمور ومعنى يتولى مقاليد الأمور يعني مدير انتك في مصنع يعني مدير في أي مكان في أي جهة يا سادة يا من كل واحد له كلمة أو له رأي أو له تزكية أو له معرفة أو له حب أو له ود مع حد اسمع الحلقة دي كويس أوي لأن ربنا بينادي عليك وبينهاك في القرآن بيقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها انت خلتنا مفسدين يا عم الشيخ أيها حبيبي مش أنا اللي بقول خد بالك انت لما تولي واحد في مكان ليس أهلا لذلك المكان أو أقل كفاءة من هذا المكان لمجرد ود أو معرفة أو مجرد محبة أو مجرد جميلة أو مجرد تسكية فأنت بتفسد في الأرض بعد إصطاحها وتخيل حضرتك كده يوم القيامة آية في القرآن اشرحوها لإنتم فاصروا هالي إنتم حضرتك خلصت كل حاجة زكا خلصتها وصلاة خلصتها وصيام خلصت وكله تمام وتيجي دخل على الجنة رايح فربنا يقول وقفوهم إنهم مسؤولون عن إيه يا رب أنا إيه أنا إيه الأمر اللي عندي فتطلع لك ورقة كده فاكر محمد أبو بكر حضرتك شهدت عليه أو شهدت له إنه هو راجل كف في مكان كده فقول لي يا هذا المكان صح صح يا رب فربنا يقول لك إيه ستكتبوا شهادتهم ويسألون ده في القرآن جاوب على ربنا قل له انت شهدت له ليه انت زكيته ليه انت قلت أهلي لذلك المكان ليه انت رفعت سمعت التليفون وقلت يا فلاني الفلاني ده ولد كويس ليه يا فلاني الفلاني دي بنتي تستحق هذا المكان ليه خلي بالك لأن من أمارات قرب الساعة ركز في حديث النبي بعد ما تصلي عليه من أمارات قرب الساعة إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة يعني إيه يعني لما تلاقي الإنسان قاعد في مكان مش مكانه اللي مسك الألم وبيضي الجزة هو ما يستحقش أصلا يمسك الألم فضلا أنه هو يقعد على الكرسي ده فتعرف أني الآية قلبت لأن ربنا قال إيه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لما راح له الحب ابن الحب سيدنا أسامة بن زيد بن حارثة رضوان الله عليهما راح للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشفع لأن النبي اللي قال اشفعوا تؤجروا تاخدوا أجر فرح يشفع في مين في المرأة التي انتفضت العرب لقطع يدها هتبقى معيارة للعرب وللقبيلة كلها تلكم المرأة المخزومية التي سرقت فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم استنكر شفاعة سيدنا أسامة وقال له إيه أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة وقيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وده خلي بالك حلفا على مستحيل لن تسرق فاطمة فهي الطاهرة بنت الطاهر هي الزكية بنت الزكية بنت خديجة رضوان الله عليهما وأرضها مش كده وبس ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم اسمع يا كل صاحب منصب يا كل صاحب ولاية يا كل صاحب قيادة يا كل صاحب مسئولية يا كل صاحب كلمة يا كل صاحب رأي يا كل صاحب تسكية يا كل صاحب معرفة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول إيه ما من والن يلي رعية من المسلمين فيخون فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة طب الغش هنا إيه المحاباة الغش هنا إيه الوسطة الغش هنا إيه المحسوبية الغش هنا إيه التسكية لغير الكفاءات الغش هنا إيه ترك المفسد ومعاقبة المصدح الغش هنا إيه بلوي سودة خد بالك علشان كده في القرآن الكريم اسمع القرآن نفسه بيقول لنا إن ربنا مقبلش هذا الكلام حتى في أقرب الأقارب لسيدنا الحبيب ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ركز كده معايا أنتو عارفين أبو طالب عم سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أيوة هو أيوة هو اللي النبي قال ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم عنده وهو يحتضر يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله فكان آخر كلامه على ملة عبد المطالب فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن لموته كثيرا وجعل يستغفر له فنزل القرآن يقول للنبي إيه دعمه ودفع عنه ده دخل معاه حصار شعب أبي طالب وكان بيأكل وراء الشجر علشان خطر عمه رغم أنه مش مؤمن بدينه نزل القرآن ويقول إيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم اسمع كده الحبيب وهو يقول من استعمل رجلا من إصابة يعني من جماعة أو من قوم أو من عشيرة أو من محافظة أو من قرية أو من دولة وفيهم من هو أرض لله منه يعني إيه أرض لله منه بس تكسبحة 200 لا ما ربي دأنه لا بيعمل السواك للنهار لا أرض لله منه يعني إيه يعني أكفأ في المنصب منه إيه جزاؤه يا رسول الله إيه اللي وصله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ده سيدنا الحبيب اللي بيقولي الكلام ده فقد خان الله ورسوله والمؤمنين تعالوا نروح لفاصل نصلي فيه على سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونرجع بعد كده نتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب عدنا لحضراتكم بعون الله وبحوله وبقوته فياما الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة الموضوع خطير جماعة الموضوع ما هو السهل والله الموضوع ما بيخلص عند مكالم التليفون والله زمان تفاهم وبالله عليك الراجل ده أصله حبيبي وابن حبيبي أو أصليدي يعني أمها صحبتي أوي أو أمها قريبتي أو أبوها صحبي كلام ده ما عندناش في الدين يا جماعة الله يستركم انتبهوا الأمر جد خطير والله يا جماعة الأمر عند ربنا ما فيه لو في الدنيا هيعدي عند ربنا مش هيعدي أبدا والمصيبة أن النبي بعد ما تصلوا عليه فقد خان الله ورسوله بيقول كده النبي اللي بيقول فقد خان الله ورسوله والمؤمنين يا الله انت حمل التليفون ده بنقصه يا أخي الكلمتين اللي هتقولهم عشان تجمل بيهم فلان ولا علان ده بنقصه يا أخي جمله بفلوسك جمله في شركتك وحتى خلي بالك في شركتك ما يجس ان انت تجمله ازعم الشيخ اي حبيبي شغلوا ما تدلوش فلوس صح ينفع اه ينفع اشغلوا ما تدلوش فلوس انا حر يا عم فلوسة ديال اللي انا عايزه انما تجيبه مراجع حسابات او مدير مثلا فرع الحسابات وهو ما هوش عارف اتنين فاربعة بكام ويبقى تحته الكفاءات يموتون قهرا وينظرون اليه بحصرة وينظرون الى ان الدنيا سوداء مظلمة في اعينهم وينظرون الى ان الظلمة امام اعينهم ليلة نهار ده اللي ربنا مش هيسامحك فيه وعشان كده بعد ما تصلع الحبيب اخطر حادثة في الاسلام حادثة الهجرة مش كده ولا ايه صح مش كده صح الدليل النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد نبيه الاسلام يستأمنه على سر الهجرة على اخطر سر في الاسلام بالبلد كده النبي بيسلم رقابته لمين لعبد الله ابن قريكت ارجع كده وتلاقي عبد الله ابن قريكت على غير دين المسلمين ما كانش مسلم خلي بالك النبي ما قالش لا انا عايز واحد مسلم انا عايز واحد لحيته اتنى متر انا عايز واحد يكون صلى وراه يوصا لا النبي اختار الاكفأ اختار اللي عنده خبرة وامانة اللي عنده ايه خبرة وامانة عبد الله ابن قريكت لما توضع امامه المغريات نظيرا ان يسلم رسول الله او ان يفشي سر رسول الله ابدا ما يفشيش لان الذي اختاره هو الحبيب صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صار خلف ابن قريكت ما قالش ادوني واحد من الصحابة الذين بايعوا والذين هاجروا وهو رايح من مكة للمدينة وعارف ان القريش مش قريش ده العرب كلها بتدور على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بل رصدوا لرأس الحبيب اموالا طائلة من يأتي برسول الله حيا او ميتا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستأمن مين يستأمن ابن قريكت ليه؟ لانه الاكفى والاأمن مش لانه قريبه مش لانه حبيبه مش لانه كان قاعد معها السجادة ومش لانه متعش معاه ومش لانه ابوه جاره لا ابدا ولذلك النبي بعد ما تصلى عليه يقول ايه اه يقول يا ايها الناس انما اهلك الذين كانوا من قبلكم كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد مش كده ولا ايه؟ لا انا مزعلان من القانون انا افرح بالقانون لما يطبق على كل الناس وده اللي خل القانون الاسلامي ناجح ان ما عندناش وسطة ولا محسوبية ولا مجملة ولا عندناش معلش ولا عندناش متعرفش ده مين ابدا الناس كلها في القرآن وفي السنة سواء عارفين ليه؟ لان الاسلام بيحارب كل انواع الظلم بيحارب كل انواع الاعتداء على الاشخاص وعلى المجتمع ليه؟ لانك لما تولي واحد ماهوش كفاءة نثبت له جهله؟ ابدا خالص ابدا لا يمكن خدوا بالكم وعلشان كده ربنا لما نهى عن الفساد في الارض نهى عن كل اشكال الفساد نهى عن كل اشكال الايه؟ الفساد واسمع كده سيدنا ابو بكر الصديق وهو بيبعت يزيد بن ابي صفيان الى الشام والحديث رواه الامام احمد في مسنديه بعته والي على الشام فهيوصيه ايه الوصية اللي يقولها له؟ ده راجل رايح يتولى امارة بلد الشام كلها يطرى هيقوله صلي ولا صوم ولا بابعت الخراج والزكاة قال له لا يا يزيد ان لك قرابة انت رايح بلد ليك فيها قريب عسيت ان تؤثرهم بالامارة اكتر حاجة نخاف منها ان انت اقول ما تروح ها؟ تعمل ايه؟ تجيب قريبك ده يمسك منصب وده يمسك منصب وده يمسك منصب ده سيدنا ابو بكر اللي يقوله وذلك اكبر مما اخاف عليك ليه؟ خايف علي ابو بكر رضوان الله عليه وارضاك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي من امر المسلمين شيئاً فامر عليهم احداً محاباتاً ركز من ولي من امر المسلمين شيئاً فولى او فامر عليهم احداً محاباتاً مجملة عشان بينهم معرفة عشان بينهم ود عشان بيتطملوا عشان بياسك فيه لكن هو مش كفاءة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم يا الله شفت المصيمة ايه؟ شفت التليفون ولا التسكية ولا المعرفة توديك فين؟ يا الله اسمع النبي بيقوله فعليه لعنة الله يعني ما ترود من رحمة الله لا بركة في رزقه ولا بركة في اولاده ولا بركة في ماله ولا بركة في حياته ولا بركة في بيته لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً صلي بعض راحتك وصم راحتك من تظالم صلي وصم راحتك وحج من تآكل للحقوق من تمضيع لحقوق الناس من تآتل ومن تجدريان قتل ازاي؟ انت كمان خلتني قتل؟ اه يا حبيبي ما القتل نوعين؟ قتل مادي وقتل معنوي القتل المادي ده كلنا عارفين ويمسك سكينه خنجر يخنقه يخنقه كلام ده لكن القتل المعنوي الكلمة اللي حضرتك تقولها الشخص وهو مش كفاءة يا السلام ده انت بصراحة عجزة الام ان يجيب زيك ايه الجمال ده؟ ده انت عقلية ذهبية وهو مش فاهم حاجة فتزيده طغياناً على طغيانه وتخليه بعد كده لما يجي له واحد فاهم يقوله تعيش في حيامة ده فلان الفلان يقال عليك كذا وبعدين ما هو ده اخد بالك هو ده المصيبة ده الكارسة القتل المعنوي ان انت تزكي واحد مهوش اهل للتسكية القتل المعنوي ان انت تولي واحد مهوش كفاءة فالكف يقعد بصص كده اقول لك شفت يا ده ماشي ازاي؟ شفت يا طول امرأة دايرة كده ما فقاش امل فتقضي على امل الشباب فلما نيجي احنا العلماء نقوله يا ابني انهض واعمل واخذ بالاسباب ودع النتائج على الله يقولك معلش عام الشيخ ريح انت بقلي ومن دو نام بقى نام انت اصلاك انت مش دريان احنا اه بنعمل وبناخد بالاسباب يا عام الشيخ لكن لا الامور لها معايير تانية خالص لا يا عام الشيخ الكشف هيخلو من اسم اصلا انا مش ابني فلان ولا اعرف فلان ولا لي علاقة مع فلان ودي كارسة جماعة ودي كارسة خدوا بالكم الامام الطبراني يروي عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من ولي من امر المسلمين شيئا فغشهم وكل دي وسائل غش فهو في المار طب واحد يقول من المسلمين لكن انا مش ميقول لا اركز النبي لما بيقول من المسلمين في التوقيت ده لان الغالبية انهم مسلمين لكن النهاردة من ولي من امر الناس شيئا قيس دي على دي علشان ما واحدش يقول لك خلاص انا اغش المسلم ومش اغش المسلم لكن غير المسلم هصدمه غير المسلم مش هوليه او غير المسلم مش هخل لان النبي قال اتقي دعوات المظلومة ولو كان ظالما فعليه قفره قبل الفاصل يا سيد احمد خلينا اقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي بيقول ايما رجل استعمل ايما رجل استعمل رجلا على عشرة انفس عموما هي بأ وكنت حريص علشان ما حدش يقططع الكلام اهو جاب راجل على عشرة انفس طبعا هنا الولاية مقصود بها راجل او مرأة اي حد في موقع المسلمين يستعمل واحد على عشرة خلي بالك وعلم ان في العشرة افضل ممن يستعمل يبقى ايه يا رسول الله جرمه ايه يستغفر جرمه يتصدق يطلع يحد فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين والسؤال كم يعيش بيننا الآن غش لله وغش للناس وغش للأوطان وغش للمسلمين وغش لغير المسلمين كم يعيش بيننا الآن من المفسدين بسبب الوصية بسبب الوسطة والتواصي بالباطل والمحسوبية والمجاملة وكل ذلك من أنواع الفساد والإفساد في الأرض وفي الأوطان وفي تدمير البلاد فالواسطة تدمير للبلاد وتدمير للعباد بغض النظر عن الدين تعالوا نطلع لفاصل نصلي فيه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فإن صلاتنا معروضة على حضرته ثم نعود لنتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب عدنا لحضراتكم بعون الله وبحوله وبكوته فيا من رجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما الله يجز من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة قبل الفصل ألتلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين يعني يا صاحب الكرت يا صاحب التسكية يا صاحب الوسطى يا صاحب المحسوبية يا صاحب التليفون يا صاحب الحب والود يا صاحب المعرفة أبشر فقد صخت الله عليك في الدنيا والآخرة أبشر فلا بركة لك في حياتك ولا في أولادك ولا في مالك ولا في رزقك أبشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنك تمتلك علامة من علامات النفاق لأنك حدثت فكذبت أبشر بالخزي يوم القيامة والمهانة والذل أبشر فلا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا ولا عملا لماذا؟ لأنك غششت الناس لأنك وليت عليهم غير ذلك فآت بس عم الشيخ أنا هقول لك على موضوع بس هي مشكلة هقولها لك في عجالة كده هو أحمد ده غير كفء كل حاجة على راسي راجل مخرج محترم بس أنا ما بحبوش هو مش قيلة على مهدتي أو ما بحضموش شكله كده رخم أنا ما بست يعني روح ما بيجيش مع روحه حبيبي أنا ما بقولكش حضرتك جوزه بنتك وما بقولكش حضرتك نسبه لا أنا بقولك الراجل ده كفء هنا ولا مش كفء يتولى ولا ما يتولاش هنا بقى يباني المؤمن من غير المؤمن يباني الغشاش من الإنسان اللي عنده دين يسمع الآية دي ربنا بيقول إيه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّانِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بالقصط ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الحواء أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً شفت بقى الجمال؟ ابنك آه ما لك يا حبيبي آه يدي له فلوس لكن ما تقعدوش الرئيس عليهم وهو مش فهم حاجة ويقعد يقرف في الكبير والصغير وهو مش فهم حاجة حبيبي لأن ربنا هيسألك وليته ليه؟ أعدته هنا ليه؟ آه ابني ما ينفعش تغض نظرك عن فساده أو توليه علشان هو ابنك مدير شركة مدير حسابات لا اسمع كده سيدنا عمر خرج للسوق فلا إبل حلوة كده إبل تخينة كده ومربربة ومشى تتهزي منه شمال فقال إبل من هذه بتاعت مين دي؟ قالوا إبل عبد الله بن عمر فعلى طول حول القضية لازم يستدع عبد الله بن عمر فوراً مش ابني بقى خبر دماغك بقى يا أخي ما ينفعش لا جابوا قالوا ما هذه الإبل يا عبد الله بتاعت مين دي؟ قالوا بتاعت أنا اشتريتها من حر مال يا أمير المؤمنين وكانت إبل هزيلة وبخليها ترعى وتكبر وتسمن وأتاجر زي ما كل الناس بتعمل كل الرعاية عندك بتعمل كده يا أمير المؤمنين قالوا صح بس في حاجة ما بتعملاش الرعاية أو حاجة انت بيشواخد بالك منها إيه هي؟ وإذا رأح الناس قالوا ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين أنت إيه هتجيب جاء عمارة يعني حمرتك جنب حمرت العمدة إيه وا ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين والإبل تكبر وتسمن يا ابن أمير المؤمنين شوف سيدنا عمر بصص لفين؟ وأمر ببيع هذه الإبل وأن يأخذ عبدالله ابن عمر رأس المال بس وأن يرد الباقي إلى بيت مال المسلمين يا الله آه إحنا النهاردة يا مش عايز أقولك عندنا مصايد حتى في المأموات يعني آه الله يرحم سيدنا الشيخ كان يقول لنا كده الكلب بتاع العمدة مات فالعمدة عمل له جنازة وحب يعمل له عزة يعني فأهل القرية كلهم يعني هاجوا إزاي ورحوا للشيخ فلما رحوا للشيخ الشيخ خد أهل القرية كلهم ورح للعمدة سلام عليكم يا عمدة قال له عليكم السلام قال له زي عمدة اللي انت بتعمله ده إيه كلب مات تعمله جنازة وكمان تعمله عزة قال له والله يا سي الشيخ الكلب سايب وصية فيها عشر تلاف جنيه للشيخ خمس تلاف وبعدين العمدة ما كملش قال له بتقول المرحوم قال إيه خلى الكلب مرحوم صليته على الحبيب صلى الله عليه وسلم اسمع كده سيدنا عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة عمل إيه دخل على ستنا فاطمة بنت عبد الملك زوجته كان أبوها أمير وعمها أمير وأخوها بعد كده أمير ودي زوجها أمير أمير للمؤمنين فقال لها يا فاطمة كانت لابسة دهب من هنا لهنا كل ده دهب أمي ليه قال إن عشتي إن شئتي عشتي معي على الزهد والكفاف عايزت عيش معي على لقمتين الفول والزيت على رص وإن شئتي صرحتوكي صراحا جميلة إيه رأيك قالت له يا عيش معاك قال له خلاص هاتي ده كله نرده لبيتنا للمسلمين فردوه لما مات سيدنا عمر بن عبد العزيز أخوها ميسك قال لها أرد لك ما سلبه منك عمر قالت لا والله ما كنت لأرضيه وهو حي ثم لأغضبه وهو ميت عمر بن عبد العزيز اللي جيه عليه العيد معهش فلوس أمير المؤمنين أميره دولة لا تغيب عنها الشمس معهش فلوس يجب هدوم لأياله فرجاء ابن حي وبيقول له يا أمير المؤمنين أصرف لك مرتب شهر مؤدم يعني قال له لا وهل اطلعت على اللوح المحفوظ فوجدت أن عمر بن عبد العزيز سيعيش شهرا كاملا حتى يسدد ما عليه ثم أمر بإدخال أولادي وقال ليس العيد لمن لبس الجديد وإنما العيد لمن خاف رب الوعيد وفي رواية وإنما العيد لمن خاف واتقى يوم الوعيد علشان كده سيدنا الإمام علي يقول إيه أد الأمانة والخيانة فاجتنب وعدل ولا تظلم يطيب المكسب أقول لكم على حاجة أنا كنت بطل فيها وعمري منساها أبدا في حياتي ودائما أقولها وأذكرها كان عندي أحد أسدزتي الأستاذ الدكتور بكر زكي عوط أطال الله عمره وأحسن عمله وكان أستاذي ودخلت عليه في امتحان القرآن في سنة رابعة كلية أصول الدين وأنا كنت يعني أفهم أن هناك نية أننا يعني يحاق بي أمر معين والأستاذنا الدكتور شاهد وأنا حينما أراه أنحني على يده وقدمه وقبله يقول للعمة دي ما تتحنيش يا ولا عايز تبوس إيه لا العمة دي الأول فدخلت على الدكتور بكر زكي عوط وهو حي يرزق أسأل الله أن يطيل عمره وأن يحسن عمله وأن يجزيه عني خيرا وأقسم بالله هذه الواقع حدثت وهو بإمكاني أن يكذبني إن لم تكن حدثت فأستاذنا الدكتور بكر ظل يمتحن فيه ساعتين في القرآن وبعدين قال لك المتين عمري من ساهم في حياتي قال يا محمد نجاحك هيزعل مني ناس كتير أولي بس يا ابن أنا قاضي ما قدرش أصدم ونت قاضية قدامي وانا يا ابن حياتي كلها مبنية أنا إن عشت لست أعدم قوتة وإذا ميت لست أعدم قبرة همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرة وأقسم بالله وقعت وأعطاني الرجل الدرجة العالية أمام أعيني وأوصاني بأن ألتزم حفظ القرآن الكريم وأفضل محافظة على القرآن الكريم مضيعش مني القرآن وافضل على مستوى يده رحم الله أستاذنا في الدنيا والآخرة فهو حي يرزق أنا بقولي الكلام ده ليه لأن النماذج الطيبة المضيئة المنيرة دي حقها علينا إن إحنا نصدرها للناس يمكن أنا ما كانش الدكتور باكلي هضمني شويتين ما كانش حبيني حبتين وأنا كنت أعلم هذا لكن الرجل أنصفني حتى من نفسي وأنا بقولي الكلام ده علشان هنا يظهر معدن الرجال ويظهر الإيمان الحقيقي في إنصاف الرجال وفي إنصاف أهل الحق وتعيد الكرة والدكتور بكر أمتحن قدامه في وزارة الأوقاف وبرضك تاني يعيد الكرة مرة أخرى رغم أنه لسه كم يمتحن من شهرين أنا بقولكم الكلام ده ليه لأن الرجل علم أنه بين يدي الله موقوف وعن أعماله سيسأل فأعد للسؤال جوابا وشاهدا من الدنيا قبل أن ينطقه وبكلمة أطل الله عمره وأحسن عمله وبارك في أهله وفي ولده وفي زوجه وفي حياته وفي جميع أسرته يا كل صاحب منصب اتق الله يا كل صاحب إمارة أو ولاية اتق الله يا كل صاحب كلمة أو تزكية اتق الله يا كل صاحب رأي اتق الله يا كل صاحب معرفة أو ود أو مجاملة اتق الله جامل في مالك بس سوى الجامل في أهر الناس وهو الجامل في قصر نفوس الناس وعد يامري في قتل الكفاءات وفي خراب الأوطان وفي فساد الحياة وفي إشاعة الظلم بين العباد اللهم إنا نرجوك في هذا اليوم يا ربنا أن تولي أمورنا خيرنا وأن لا تولي أمورنا شيرارنا اللهم يسل لنا كل أمر عسيه افتح لنا مغاليق الأمور اشرح صدورنا آت نفوسنا تكواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إن نفوسنا قد عجزنا عن إصلاحها فأصلح لنا نفوسنا لنا أبناء يا ربنا تمنى أن يكونوا صالحين وأن نسعد ببرهم في حياتنا وبدعائهم بعد موتنا فأصلحهم يا ربنا فإن عجزنا عن ذلك اللهم أدر لهم حياتهم ودبر لهم شؤوننا وشؤونهم اللهم يسل لنا أرزقنا ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب وأخرجنا من الدنيا مستورين لا خزايا ولا مفضوحين اللهم رب الركن والمقام رب المشعر الحرام أقرأ رسول الله من كل مسلم السلام وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله مما تعلمون ومما لا تعلمون وربك دوما يقول إني قريب أترككم في معية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدد يا حبيبي رحمة السلام مدد يا حبيبي يماح الظلام مدد يا حبيبي رحمه السلام مدد يا حبيبي يماح الظلام مدد يا حبيبي القريب المجيب بقول كريم فإني قريب يجيب الرسول إذا ما دعاك لكل الذي للنبي سعى يجيب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب